الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد القياسي ما يسمى المتغيرات الوهمية المتغيرات الوهمية أو Demi Variables هذه المتغيرات لها اسماء مترادفة عديدة سأتكرها بعد قليل إن شاء الله أشرحها من خلال مثل رقمي بإذن الله أرجو أن يكون في هذا المقطع الفائد العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيث ما كانوا في زمن الكورونا الذي عذرنا عن بعضنا البعض وعلى بركة الله نبدأ المتغيرات الوهمية أو ما تسمى النوعية الآن متغيرات هم يلاحظوا المترادفات نسميها Demi Variable أو متغيرات نوعية Qualitative أو الكمية Qualitative Variable تسمى في بعض الأحيان المتغيرات التصنيفية اللي هي Categorical Variables هي متغيرات غير كمية أرجو التشديد على هذا المصطح الآن بأنها متغيرات غير كمية تستخدم من قبل الباحثين خلينا أمحى تكون واضحة في التعبير عن حالة نوعية حالة نوعية في ظاهر ما كأن نقول على سبب مثال أثر النوع جندر اللي هو ذكر وأنت على الإنفاق كمثال فقط أو أثر الموقع الجغرافي على كمية الإنتاج مثلا كمثال لنفترض بأن هذا مثال بسيط جدا ولو أنه كان فيه كثير متغيرات لكن لن أستخدم إلا مثالا يعني يكون معبر عن كثير من الحالات فلنفترض بأن المتغيرات الآتية تؤثر في كمية الإنتاج لاحظوا المتغيرات الآتية هي مستويات التعليمية للعامل على خطوط الإنتاج مثلا العامل الموظف من حملة شهادة الدكتورة لاحظوا لحملة شهادة الدكتورة من أن نرمز إله بالرمز D صب 1 العامل أو الموظف من حملة الماجستير سنرمز له بالرمز D صب 2 العامل الموظف من حملة شهادة الجامعية الأولى سنرمز إله بالD 3 وأخيرا العامل الموظف الذي يحمل شهادة تعليمية أقل من جامعية سنرمز له بالحرف D4 الآن ما يعني هذه التصليفات تعني بأن لدينا أربعة أربعة متغيرات وهمية نوعية أو تصليفية إذن لدينا أربعة متغيرات وهمية نكمل على بركة الله في هذه الحالة لابد أن نختار هنا مهم جدا ثلاثة متغيرات منها لنسخلها في التحليل ونترك الرابع كي نقارن نسبة له أرجو أن تركج هنا إذا كان في عندي K من المتغيرات الوهمية اللي بدخل بالتحليل يكون K ناقص واحد هذا الذي طرحناه من العدد نقارن نسبة له نقارن نسبة له أرجو أن لا تقيب عن أذهاننا جميعا هذه الحقيقة نكمل ويكون ترجيب طبعا متغيرة كما يأتي في الحالة العمال الموظفين اللي بيحمل شهاد الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس أو أقل من ذلك فنرمز لحملة شهاد الدكتوراه هنا الدكتوراه هذه بالرمز D1 D1 بالحالة هي تأخذ القيمة واحد صحيح وبقية المتغيرة يعني إذا كان الموظف يحمل شهاد الدكتوراه نرمز لهذا الترتيب هنا بالررمز واحد صحيح وبقية القيم نعطيها القيم طبعا المتغيرات الأخرى المتغيرات الأخرى من وهمية وليست متغيرات الكمية بقية المتغيرات الوهمية نعطيها القيم صفر 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 أي صفر للحالات الأخرى وإذا كان الموظف يحمل شهاد في الماجستير نرمز له طبعا بالرمز D2 كرمز فقط نعطيه قيمة واحد وبقية الشهادات وبقية الموظفين ترتيباتهم حيث الشهادة بنعطيها القيم صفر إذن هنا صفر وهنا صفر ورقم ثلاثة إذا كان الموظف يحمل شهادة باكالوريوس اللي هي جامعة يعني الشهادة الجامعية الأولى فبالحالها نعطيه الرمز D3 وD3 بتأخذ واحد وبقية المتغيرات الوهمية بيكون قيمتها صفر يعني نصفرها D4 لا نستخدمه أبدا لأننا سنقارن نسبة له كما ذكرت فلنفترض الآن المعادلة التي يعني بصدد تقدير معلماتها هذه المعلمات الآن A B1 مثلا للليبر كمثال فقط لذلك يعني حجم الليبر B2 لحجم الكابيتل هنا B3 للدمي فاريبل الأولى اللي هو إذا كان الموظف يحمل شهادة الدكتوراه فبأخذ قيمة واحد والباقي لكل ياته بكون صفار إذا كان بيحمل شهادة ماجستير بتكون بالحالة هذه D2 تساوي واحد وبكون D1 تساوي صفر وD3 تساوي صفر وأخيرا إذا كانت الآن كان الموظف يحمل شهادة باكاروريس اللي هي شهادة جامعية الأولى D3 تأخذ واحد صحيح والباقي بأخذ صفار وطبعا كما ذكر D4 غير موجودة لأنها متضمنة في نقطة التقاطع التي نقارن بالنسبة لها نكمل على بركة الله مثال لنفترض هذا مثال عملي وقد استخدموا كثير من الباحثين في جامعات متعددة لنفترض بأن المعدل التراكمي GDPA للطالب الجامعي يعتمد على هالمتغيرات الآتية دخل الأسرة ونوع الطالب نوعه كان ذكر أو أنت فسنرمجلها بD1 سحبة عين عشوائي من 15 طالبا من الذكور والإناث وكانت البيانات كما يأتي الآن بيانها تقول الطالب الطالب الأول الثاني الثالثة الرابع هنا يعني هنا ترتيب الطلبة من حيث يعني موقعهم بالعينة كان معدل التراكمي للطلبة كما يأتي الطالب رقم واحد كان 98 الطالب الثاني كان 97 كان الطالب الثاني 96 وهكذا حتى آخر الطالب يعني بعد ما رتبناهم ترتيب تنازلي كان معدل التراكمي 50 دخل الأسرة المقابل للطالب مثلا الطالب الأولين دخل الأسرة له 150 دينار شهريا أو 150 ألف سنوية يعني الآن وحدات القياس لا تهتموا فيها نفهم المبدأ الطالب الثاني دخل الأسرة 135 الدخل الطالب الثالث دخل الأسرة له 120 وهكذا وهكذا حتى ننتهي من آخر دخل 65 لكن الطالب الأول لنفترض بأنه كان أنثى الآن أنثى أرجو أن يعني أضحه هنا كمثال هلا هنا إذا كان الطالب أنثى فبكون رمز الطالب D صب I يأخذ واحد صحيح إذا كان أنثى و يكون صفر خلاف ذلك بمعنى آخر أنه إذا كان ذكر نعطيه القيمة صفر وإذا كان أنثى نعطيه قيمة واحد فلاحظوا لي كيف الآن أنه الآن ثمنا أو أدركنا بأن هذا المعدل التراكم من الطلبة هذه دخول الأسرة التي يعني يأتي منها الطلبة المختلفين والآن نوع الطالب الأول كان أنثى الطالب الثاني كان ذكر الطالب الثالث كان أنثى الرابع ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر حتى ننتهي أخير أنثى ذكر فالأنثى نعطيها القيمة واحد صحيح والذكر نعطيه القيمة صفر كانت تتريب كما طبعا هنا سنضع الآن الميتركس اللي من يعني يساعدنا الآن نقوم بترتيب المصفوفة X كما يأتي الآن X هي عبارة عن واحدات صحيح اللي هي الأحاد واحد 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 حتى نأخذ حجم العين بعين الاعتبار ثم الآن دخل الأسرة لأنه هذه الآن متغيرات أو خلينا أما يذهب للون الأزرق هنا هذه المتغيرات المستقلة التي سنستخدم هنا دخل الأسرة 150 135 120 وهكذا حتى ننتهي آخر 65 ونوع الطالب أنثى ذكر أنثى ذكر حتى ننتهي من أنثى ذكر عفوا هنا ذكر أنثى بالأخير أما الآن X transpose بيكون كما يلي نضع الأحد على يعني تصبح الآن هذا العامود يصبح صف هنا وهذا العامود يصبح صف هنا وهذا العامود يصبح الصف هنا وبالتالي الآن نقوم بالإجراءات المطلوبة التي نضرب X transpose X ثم نقوم بحساب المطلوبة العكسية حسب الإجراءات التي تعلمناها في المقاطع السابقة أو في الدروس السابقة فكانت النتيجة كما يأتي هذه نتيجة التقدير أن الجي بي إيه هذا معدل المعدل التراكمي المعدل التراكمي للطالب I I 1 2 3 4 15 كانت 31 نقطة الثقاط الآن 31.8734 زائد أقل من النصف اللي هي فاصلة 48 2 من الدخل دخل الأسرة زائد لاحظوا لي بأن الإناث إن لهم ميزة تنافسية على الذكور فإذا كانت الأنثى هي الطالب المقصود فبتكون معدلها أعلى بنصف نقطة أو يعني فاصلة 56 62 نقطة على الذكر لأن الذكر يأخذ القيمة صفر وبالتالي الآن لو أردنا أن نمثل ذلك بيانيا فتكون التمثيل بيانيا كما يأتي على المحور الأفقي اللي هو الآن دخل الأسرة المحور العمولي بيكون الآن الجي بي أو المعدل التراكمي للطالب إذا كان من الذكور فبتكون نقطة التقاطع هنا لاحظوا لي هنا هذه إذا كان ذكر ببعنا آخر بتكون قيمة دي آي تساو صفر بالحال هاي فهذه القيمة بتكون 31.78 أربعة ثلاثين له أقل معدل التراكمي حتى لو كان قيمة الدخل يساو صفرا إلى الطالب الذكر أما إذا كان أنت الآن سبصير عندي إزاحة كاملة إزاحة تم إلى الأعلى إلى الأعلى في منحنة الجي بي أو المعدل التراكمي هاي بسبب دي آي دي آي لأن قيمة واحد صحيح وبالتالي بتكون المعادلة هذه المعادلة التي تمثل المعدل التراكمي للإناث لكن هذه المعادلة تمثل المعدل التراكمي للذكور نقطة نقطة استقاطع هنا بتكون مختلفة بمقدار هذا الفاصلة 562 بمعنى آخر يعني هنا بتكون نقطة استقاطع وهذا بسبب أنه يعني الإناث متفوقات على الدكور في هذه الحالة أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قد قدم الفائد المجول بميعا بإذن الله إلى لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته